وسط حالة مقلقة من الانقسام الحاد والتوتر المتزايد والاستقطاب المتفاقم أناعتنا تبقى راصخة من أنه لا بديل عن التعاون الدولي وعن العمل ضمن الأطر والآليات متعددة الأطراف لبلورة حلول شاملة وتشاركية تسترشد أولاً وأخيراً بمبدأ وحدة المصير وحدة مصير الإنسانية أمام التحديات والتهديدات الماثلة أمامها وبذات القدر تبقى قناعتنا راصخة من أنه لا مناصة من الإصلاح المنظومة الدولية لإنهاء تهميش الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية في صنع القرار الدولي بشكل يضمن تأسيس وقيام علاقات دولية متوازنة اقتصادياً وسياسياً ترجمة نانسي قنقر